مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طلب مني العديد منكم la conjugaison وقد وضعت قائمة بدروس la conjugaison وبتطبيق la conjugaison عن طريق الجمل الجمل التي ستستعمل كتن في النصوص أو لدى الفرنسيين إذن في هذا الدرس سأقدم لكم الفعل أيضاً البرب سُرPRENDRE يوفاجئو جُّ سُرPRENDS يوفاجئو كُودر يأخيطو جُّ كُّ أخيطو بوار يأشترابو إذن أردت أن أقول أنا أشترابو سأقول جُّ بوى أشترابو فوير يأفيرو جُّ فوي جُّ فوي أفيرو إذن مشاهدين الكرام سأحاول أن أركب جمل باستعمال هذه الأفعال وسأحاول أن أقوم بتصريف هذه الأفعال إلى جميع الأزمنة أنتم فقط تابعوا معي الدرس لكي تستفيدوا أكتر ولكي تتعلموا تصريف الأفعال والدرس سيكون سهل جداً إذن هنا نحن نتكلم عن لا كونGUIZON لا كونGUIZON worthwhile الصرف والتحويل في الفرنسية الدرس التاسع إذن لا كونGUIZON pergunta الصرف والتحويل في الفرنسية الدرس التاسع قبل أن أبدأ الدرس لا بد أن أقول لكم مرحبا بكم في المدرسة الخاصة لتعلم اللغة الفرنسية مجانا وعندما أقول مجانا أن أعني ذلك يمكنكم متابعة برنامج تعلم اللغة الفرنسية لمبتدئين من الصفر يمكن أن تتعلم اللغة الفرنسية من الصفر وكن أكيد وذلك بالضغط على الروابط أسفل فيديو في خانة الوصف وفي خانة التاليق في خانة الوصف وفي خانة التاليق هناك روابط لتعلم اللغة الفرنسية سواء القواعد أو الجمل أو الحوارات أو أو القصص إذن حاول أن تشاهد الفيديوهات من الأول وبدأ من القواعد ثم الحوارات ويمكنكم أن تجد أيضا برنامج لتعلم اللغة الفرنسية لمستوى المتوسط إذن حاولوا أن تتابعوا هذه الدروس فهي مهمة جدا وسأبدأ الدرس على بركة الله سأبدأ الدرس بالفعل سورپود، سورپود، شورپود، سورپود، شورzing، سورپود، الفيديوهات formulation سورپود، 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 ديارمالهيات indicators سورپود، ديارمالهياتangi، ديارمالهياتنا NZ values vendدي وعلياتش دائماً ما فامي عائلتي ما فامي عائلتي Je surprends toujours ma famille Je surprends toujours ma famille أو فاجئو دائماً عائلتي Je surprends إذا أردت أن أقول أو فاجئو أنا فإنني أقول Je surprends وإذا أردت أن أقول فاجئو أنت Tu surprends فاجئو أنت Tu surprends toujours ta famille Tu surprends toujours ta famille فاجئو دائماً عائلتك Il surprend Il surprend نحضف S إذا Il surprend نحضف S أي Il surprends toujours ta famille لاحظ هنا نحضف R E ولا نضيف أي شيء في Il وفي J نضيف S وفي T نضيف S إذا يمكنكم مشاهدين الكلم أن تقوم بتصرف surprend على هذا المنوال إذا يمكن أن نقول يا سر surprends toujours sa famille sa famille يا سر أي يا سر يفاجئ دائماً عائلته يا سر surprends toujours sa famille أو يمكن أن نقول أهل هي أهل surprend toujours sa famille أو ناديا ناديا surprend toujours sa famille ناديا surprend toujours sa famille إذا نسوا أن ستعملنا le pronom personnel أهل أو le pronom personnel يل للمودكر وأهل للمودند واذا ألعبنا نقول نحن نقول نو نحن ヌ نحن 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 يمكن أن نقول ։ مو يسر مو يسر مو يسر سيورPrenon تورينا نورفمي نورفمي إذن مو يسر سيورPrenon تورينا نورفمي انا و يسر أي نحنو أي نو يمكن أن أقول لكم قولنا اعودا بـ توي توي اسر توي اسر سرپنين toujours votre famille توي اسر سرپنين toujours votre famille ادن توي اسر سنقول وو انتم وو أو يمكن أن نقول إِلْ أَوْ يَلْ جَمْ لوريال نقول سُرْPREN سُرْPREN أَنْتَ إِلْ سُرْPREN تُوزُرْ لَرْ فَمِي لَرْ سَنْزَ يدوني أَس نستعمل لور أَوْ يَاوْ أَس عندما يكون فَمِي جَمْ لِيْفَمِي وَعندما يكون مُفرَد نقول لور سُنْزَ إِدَنْ أَلْمَمْ لُوك فَمِي أَلْمَمْ لُوك مُفرَد لَا فَمِي إِدَنْ إِلْ سُرْPREN تُوزُّرْ لَرْ فَمِي إِدَنْ سُرْPREN سيْتَنْ وَنْتَ الآن إذا أردتم مثلا أن أقول أخيط أزراري أو أخيط سترتي إذن سنستعمل الفعل كودغ كودغ يخيطه كودغ يخيطه يمكن أن أقول أنت تخيطه وقبل أن أمور إلا أنت تخيطه يجب أن تلاحيد أننا حدفنا ر.e. كما فعلنا في سرprendre وحدفنا س إذن جو كود أخيط وفي تي أيضا نضيف س تكود تبطن تخيط أزراري أو تبطن تخيط أزرارك تخيط أزرارك تكود تبطن تخيط أزرارك يمكن أن نقول أيضا نوكوزن نوكوزن أي حدفنا دررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر تخيطني أعزراركم إيل كوز إنت إيل كوز من تخيطني إيل كوز لار بطن إيل كوز لار بطن لاحظوا أن لر أضفنا لها أس لأن بطن بأس لأن بطن جمع المملوك جمع الكوز لر بطن الكوز لر بطن أو يمكن أن نقول أل الكوز لر بطن الكوز لر بطن يمكن أيضا أن نقول نادية وفاتيما كوز لر بطن نادية وفاتيما كوز لر بطن إذن هنا سنستعملوا لبرنام الهل ولكن ال تستعملوا لجمع المذكر أو جمع المؤنث والمذكر وليس جمع المؤنث السالم إذن يمكن أن نقول نادية يسر كوز لر بطن لاحظوا أن نادية مؤنث ويسر مذكر ومع ذلك نستعمل إيل المذكر أو يمكن أن نقول يسين يسر كوز لر بطن يمكنكم أن تكتبوا في التاريخ بترجمة الحرفية أرجوكم لكي نستفيد جميعا تيزان تيزان أشي ماتل أشي ماتل العشبي أشي العشبي قبل النوم سات سات تيزان هذا الشاي العشبي أي الشاي العشبي سات تيزان تيزان أشي ماتل العشبي أشي ماتل العشبي إيل بوى أو أحمد أحمد بوى تيزان أو نادية بوى تيزان سات إيل نادية يمكننا أن نعود لأنه أوليقى أل 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 بوى سات ست تيزان أمر أوليقى أل يمكننا أن نقول نو بيوون نو بيوون بيوون نو بيوون ست تيزان نحن نحن نشربو دائم ان هدشي أو يمكننا إذن نقول أو 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 إذن يمكن أن تكتب ما تشاء الآن سأمر إلى يا فورو أو يا روبو فورو يا فورو أو يا روبو Je fui devant le chien de mon cousin Je fui devant le chien de mon cousin يا فورو آماما كالبيジャرنا جو فوي دوان لشيان دو من كوزين أفرو أماما كالبي جارينا إدن جو فوي أفرو دوان دوان أماما دوان أماما لشيان لشيان دو من كوزين كالب جارينا جو فوي دوان لشيان دو من كوزين جو فوي دوان لشيان دو من كوزين أفرو أماما كالبي جارينا إدن جو فوي أفرو يمكن أن تقول تُ فوي تُ فوي أمتا تفرو دائما نح دفو أغ في فوي نح دفو أغ إدن وانو دفو أس تُ فوي أو جو فوي نح دفو فقط أس إل فوي إل فوي نح دفو تي إل فوي دوان لشيان دو من كوزين إل فوي دوان لشيان دو من كوزين أيا فرو أماما كالبي جارينا أو أل أل فوي تفرو هي أل فوي دوان لشيان دو من كوزين أيا تفرو أماما كالبي جارينا يمكن أن تقول أي اسم نادية فاتيما نانسي أي اسم لي مؤنت سيو عويدو أل لپرنان персонال أل وإل أي اسم موذكر إدن نقول نو نحن نفرو نحن نفرو أماما كالبي جارينا نقول إدن نفو يون نفو يون أي نحن نفرو نو نفو يون دوان لشيان دو من كوزين أو وو فو يون دوان نودي فو فقط أ ز أنتم وفو يون أنتم تفرون وفو يون أنتم تفرون دوان لشيان دو من كوزين أو هم يفرون يل فو إي أ انت يل فو دوان لشيان دو من كوزين هم يفرون أماما كالبي جارينا يل فو دوان لشيان دو من كوزين هم يفرون أماما كالبي جارينا يمكن أن نقول يسر أ كريم يسر أسر أو يمكن أن نقول أو يمكن أن نقول أو يمكن أن نقول ومن تم القصص وأيضا الصرف والتحوي أي هذه الدروس التي أقدمها الآن ضمن قائمة ويمكنكم متابعة برنامج تعلم لغة الفرنسية المستوى المتوسط من الصفر اضغطوا على هذه الروابط أسفل الفيديو ستجدون برنامج تعلم لغة الفرنسية المستوى المتوسط وأيضا هناك قائمة للجمل من أراد الجمل التي يستعملوا الفرنسيون للتكلم بلغة الفرنسية فيمكنوا الضغط على هذا الروابط ويمكنكم أن تنسخوا هذه الروابط وتضعوا عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لكي تعمل فائدة أو مشاركة هذه الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر وشكرا لكم وإلى لقاءنا آخر فيديو آخر إن شاء الله عزيزي المشاهد ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل جرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم وشكرا لكم اشتركوا في القناة